إلى أخبارنا أين تمكنت مصلح الشرطة القضائية لمقاطعة الوسط لأمن ولاية الجزائر الأحد الماضي ببلدية مرادية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من ثلاث أشخاص موقفين بتهم حيازة والإتجارة في المخدرات مع حجز أزد من ثمانية كيلوغرامات من القنب الهندي وأكد رئيس فصيلة فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمقاطعة الوسط لأمن ولاية الجزائر الملازمة الأول وليد خنوف في تصريح للنهار أنه بعد عملية الترصد والمراقبة تم تحديد هوية المشتبه فيهم حيث تمكنت الفصيلة من وضع حد لهذه الشبكة الإجرامية وحجز أزيد من ثلاث كيلوغرامات من القنب الهندي كما أشعرنا التغطية لطهر بنزين من خلال العمل اليوم لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها في وصل حضاري وخاصة ظاهرة تعات المخدرات وبناء على معلومات مؤكدة عن نشاط جماعة إجرامية تنشط في حي المرادية وكذا حي المدنية تقوم بتخزين وترويج المخدرات تمكنت فرقة مقافحة الإتجار غير مشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لمقاطعة الوسط لأمن ولاية الجزائر من تفكيك عناصر هذه الجماعة وحجز واسترجاع كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي قدر وزنها بـ 8 كيلوغرامات ومبلغ مالي قدر بأزيد من 300 مليون سنتيم وثلاثة مركبات سياحية وكذا زورق سياحي تم شرؤها من عائدات المخدرات ترجمة نانسي قنقر